أعلنت إدارة سلامة الطفل في إمارة الشارقة عن افتتاح مركز كنف بيت الطفل في الشارقة تحت شعار ليعود آمنا ليبدأ المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة رسميا في استقبال الأطفال الضحايا الإساءات الجسدية والجنسية من كافة الجنسيات في الإمارة حيث يمتاز المركز الذي وجهت سمو الشيخ جواهر القاسم بإنشاءه في العام 2020 بتوحيد جهود كافة الجهات القانونية والاجتماعية والطبية المختصة بالتعامل مع هذه الحالات في مكان واحد لتوفير رعاية والحماية الشاملة للأطفال على أيدي خبراء متخصصين من دون جهود مضاعفة وأعباء على الأطفال وأولياء أمورهما